استقبل فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله غبطة البطريارك بيرباتي سابت سبالة بطريارك القدسي للاتين مهنئا إياه على تعيينه كاردنالا في المدينة المقدسة وأشار فخامته خلال اللقاء الذي حضره الدكتور رمزي خوري وأعضاء اللجنة العليا لشؤون الكنائس والوفد المرافق إلى أن مثل هذا المنصب الذي منحه قداسة البابا لبطريارك القدسي ولمدينة القدس نفسها يعتبر بمثابة فخرا واعتزاز لنا جميعا مسيحيين ومسلمين كما يحملنا مسئولية كبيرة تجاه تحقيق السلام العادل والنهائي في المنطقة ووجه الرئيس عباس من خلال غبطته سلاما من أرض السلام إلى قداسة البابا فرنسيس داعيا له بموفور الصحة والبركة مؤكدا فخامته على سعيه المتواصل في تحقيق عملية السلام الشامل في الأرض المقدسة ترجمة نانسي قنقر